المحاضرة الثالثة في الفرما هنتكلم على الـ Autonomic Nervous System تأثير الدواء عليه والـ Autonomic Nervous System هينقاسم ليه حاجتين أول حاجة هي الـ Cholinergic System ويبيتقل عليه الـ Barasimbasatic System تاني نوع معانا هو الـ Adrenergic System ويبيتقل عليه السمباساتيك سيستم وطبعا الـ Barasimbasatic والسمباساتيك دي أخدناها في سنة أولى في السيولوجي على السريع كده الـ Barasimbasatic مسؤولة على راحة الجسم والسمباساتك مسؤولة على حركة الجسم زي وضع الفايت أو الفير ووضع الفير كنا مدين لديه مثال زي لما يكون الكلب بيجري وراك ده كده وضع الإنسان في الفير نيجي على الـ Cholinergic System وده اللي هنشرحه النهاردة الـ Cholinergic System متعلق بحاجة اسمها Acetylcholine والـ Acetylcholine ده بيشتغل على Two Main Groups of Receptors Acetylcholine acts through Two Main Groups of Receptors زي ايه؟ أول جروب معنا هو الماسكرينيك or M Receptor وده بينقسم ليه تلات أنواع فأول نوع معنا هو الـ M1 Receptor ولما الـ Acetylcholine بيشتغل على الـ M1 Receptor ده بيعمل لي CNS Stimulation اللي هي Central Nervous System Stimulation بيحفزه and increase stomach HCL secretion بيزود secretion بتاع الـ HCL بتاع المعدة تاني ريسيبتور معنا M2 Receptor وده مسؤول على الـ Heart Inhibition يعني لما الـ Acetylcholine يشتغل على الـ M2 Receptor بيعمل لي Heart Inhibition تالت ريسيبتور معنا هو الـ MC Receptor وده لما الـ Acetylcholine بيشتغل عليه بيعمل لي Smooth Muscle Stimulation بيحفز الـ Smooth Muscle والـ Smooth Muscle دي زي ايه؟ زي المصل اللي بتبقى موجودة في الـ Bronchii والـ Intestinal and Urinary Bladder بيحفزه وبيعمل لي حاجة تانية هي Stimulation of Exocrine Gland Secretion زي ايه؟ زي Salivary Gland أو Suede Gland وطبعا اي حاجة بتعمل لي Stimulation هنسميها Excitatory زي الـ M1 Receptor ده الـ M1 Receptor بيعمل لي Stimulation للـ Central Nervous System وبيزود لي Stimulation بتاع الـ HCL فطبعا ده هنسميه Excitatory وبرضه M3 Receptors ده هنسميه Excitatory علشان بيعمل لي Stimulation للـ Smooth Muscle وبيعمل لي Stimulation للـ Exocrine Gland Secretion فده هنسميه برضه Excitatory الـ M2 Receptor بيعمل لي Inhibition Inhibition للهارت فده هنسميه Inhibatory في بقى معلومة بيقولك الـ M3 Receptors مع انه بيعمل Stimulation للـ Smooth Muscle وبيعمل Stimulation للـ Exocrine Gland Secretion بس هو بيعمل لي Inhibition للـ Sphincter احنا قلنا الاستايل كولين بيشتغل على Two Group of Receptors احنا شرحنا اول جروب اللي هو Mascherinic Receptors او الـ M Receptors قلنا بينقسم لي 3 حاجات نيجي بقى على الجروب الثاني وهو Nicotinic or N Receptors وده بينقسم ليه حاجتين يعني الـ Mascherinic كان بينقسم ليه 3 الـ Nicotinic بينقسم ليه حاجتين نيجي على اول حاجة وهي N-N Receptors وده بيعمل لي Stimulation of Autonomic Ganglion يعني لما استايل كولين بيشتغل على الـ N-N Receptors بيحصل استيميوليشن في الـ Autonomic Ganglion نيجي على تاني نوع وهو N-M Receptors وطالما فيها M N-M يبقى دي متعلقة بالـ Muscles ولما الاستايل كولين بيشتغل على الـ N-M Receptors بيعمل لي Stimulation of Skeletal Muscle Contraction بيزود او بيحفز الـ Contraction بتاع الـ Skeletal Muscle نيجي على الكولينوميميتك دراجز او بيقول لك معظم الأدوية بتاعت الكولينوميميتك دراجز دي او أدوية بتبقى فيها الكولينيرجيك اكشن الأدوية دي بتعاكس مفعول الـ Anti-Colinistries يعني ايه Anti-Colinistries ايه هو ده؟ ده بيبقى انزيم موجود في الجسم بيكسر الأستايل كولين طب انا عايز ازود الأستايل كوليني اللي موجود في الجسم فأدي دوا يعاكس او يمنع مفعول الـ Anti-Colinistries ده اللي هو الانزيم اللي بيكسر الأستايل كوليني دي زي ايه؟ زي الفايسوستيجمين والنيوستيجمين نيجي على الانديكيشن او استرابيوتك يوزن هي تأثير العلاجي بتاع الكولينوميميتك دراجز فأول حاجة هي due to zero action on NM receptors of skeletal muscles عشان يعمل لي termination of action of neuromuscular blocker واحدة واحدة NM receptors ده بيزود لي contraction بتاع the skeletal muscle ده انا بديله دوا يزود لي contraction علشان ايه؟ termination of action of neuromuscular blocker عشان يوقف نفعول neuromuscular blocker ايه هو neuromuscular blocker ده؟ لما العيان يدخل يعمل عملية انا بديله neuromuscular blocker حاجة تعمله شلل في العضلات او توقفه العضلات عشان مش عاوز المريض يتحرك اثناء العملية وبعد العملية بديله دوا يعكس مفعول neuromuscular blocker او يوقفه يعني وده SC new statement SC يعني subcutaneous بديله حقا تحت الجلد تمام؟ new statement علشان تشتغل على NM receptors وتزود لي skeletal muscle contraction عشان يرجع لطبيعته نيجي على تاني حاجة وهي due to zero action on M3 receptors والM3 receptors دي احنا قلنا انها بتعمل smooth muscle contraction تمام؟ زي ايه؟ زي post operative paralytic alias فبديله دوا SC اللي هي subcutaneous new statement تمام؟ هنشرحه واحدة واحدة بعد العمليات بيحصل حاجة اسمها شلل الامعاء عشان كده احنا بنقول المريض بعد العملية متاكلش حاجة غير بعد وقت معين عشان تكون المعدة اشتغلت ولو المعدة ما اشتغلتش انا بديلها حاجة عشان تشغلها اللي هي ايه؟ اللي هي M3 receptors بديله دوا عشان يشتغل عليه اللي هو SC new statement نيجي على ثالث حاجة وهي due to their central nervous system action في حالات ايه؟ في حالات toxicity of atropine or atropine like drugs في حالات التسمم بتاعة الاتروبين فبديله حاجة SC fysostigmine اللي هي subcutaneous fysostigmine علشان تمنع او تعالج التسمم بتاع الاتروبين ده والاتروبين ده بيمنع شغل الاسطايل كولين في المخ تاني حاجة ان هو بيعالج الزهايمر ويهي بنيديله دوا اسمه دوني بيزيل او الاسم التجاري بتاعه اسمه نيجي على ال adverse effect او الاثار الجانبية بتاعة الادوية اللي بتحتوي على كولينيرجيك اكشا فاول حاجة هي المسكرينيك adverse effect زي ايه؟ زي السلايفيشن لما يكونوا راح بيرايل انروكسيا فقدان الشهية نوزيا بتعمل لي كرحة في المعدة علشان هي بتساعد على افراز افراز استومك ويهي بتعمل لي الكوليك اللي هي التقلصات وبتعمل لي ديرية وبتعمل لي وبتعمل لي وبتعمل لي واخر حاجة بتعمل لي اللي هي انخفاض ضربات القلب نيجي على تاني حاجة وهي نيكوتينيك ادفيرز افكتس وبتعمل لي حاجة اسمها واللي هي الرعشة واحنا كنا قايلين ان الان ام ريسيبتور زي بيزود بيزود بتاع الاسكليتا المصل فطلقمها بيزود بتاع الاسكليتا المصل فكتر الادوية اللي بتحفز الان ام ريسيبتور زي هتعمل لي رعشة نيجي على اخر حاجة وهي وهي وبتعمل لي ويكون الشخص مطارب هي التشنجات نيجي على زي ايه زي ويعني هي هي جاية من اسمها ادوية مضادة للكولينرجك او نيجي على بتشتغل ازاي هي هي مضادة للكولين في حالة تمام يعني هي بتشغل معاكسة للكولين نيجي على بتاعت وطبعا قبل لما نبدأ فيها علشان بس ما تلعبطوش او ما فيش حاجة خلفة بعضيها انتو فاكريني الترتيب بتاع احنا اول حاجة تكلمنا عليها انها كانت بتنتقسم لتلات حاجات ام وان و ام ام سري ام وان اتكلمنا على بعد كده دخلنا في بتاع بعد كده دخلنا في بعد كده دخلنا على في بتاعت هنمشي نفس الترتيب بتاع المسكريني كرسيبتورس بالزبط تمام هو هو نفس الترتيب بس عشان ايه ما فيش حاجة يسخل في حاجة تمام فاول حاجة نتكلم عليها في السيرابيوتك يوزز بتاع الانتي كولينيرجيك دراجز هي بيعالج ايه الانتي كولينيرجيك دراجز ده بيعالج بيعالج ساعات كده في ناس بيجي لهم ترجيع لما بيحسوا بدوخة او بدوران ونستخدم معاها دواء بديل للاتروبين هو اسمه ايه الهايوسين دايما بنحاول نلاقي بديل للاتروبين عشان الاتروبين بيعمل مشاكل كتيرة فدايما اي حاجة ياريت يفضل يكون لها بديل بدل الاتروبين فاحنا قلنا بيعالج والدواء اللي بيعالج ده هو الهايوسين والهايوسين ده ممكن يتاخد اورل وممكن يتاخد بارنتل وممكن يتاخد ترانس ديرمال ترانس ديرمال دي لازق بتتحط وراء الودن اس بريفيرد تو اتروبين الهايوسين بيفضل عن الاتروبين تمام؟ تاني حاجة بيعملها من ضمن ال CNS هي الباركينوسونيزم الشدر الرعاش هو بيعالج الباركينوسونيزم تمام؟ وفي دواء بديل للاتروبين اسمه بنزاتروبين تمام؟ انتي باركينوسونيزم اتروبين سابستيتيوت يعني بديل للاتروبين تمام؟ هو بنزاتروبين كده خلصنا من السنترال نيرفو السيستم ودي كانت اول حاجة في المسكرينيك ريسبتورز تمام؟ هنمشي نفس الترتيب زي ما قلنا ندخل على الهارت بنسبة للكاردياك انديكيشن عشان يمنع او يلغي يعني ايه كاردياك يعني معناها ان القلب يقف نيجي واحدة واحدة ونترجم الكلام ده براها بيقولك الاتروبين بيستخدم في حالات البنج الكل علشان يلغي او يمنعها عشان ال فيجال ريفليكس دي لو حصلت بتعمل كاردياك الرست اللي هو توقف القلب ويبقى موجود في منطقة الشيست والابدومن فالعمليات اللي بتحصل في منطقة الشيست والابدومن دي ممكن استأل عملها يحصل ملامسة لل فيجال نيرف ولو حصل ملامسة للفيجال نيرف ممكن يعمل لي فيجال ريفليكس والفيجال ريفليكس ده لو حصلت هينتج لي كمية أستايل كولين كبيرة والأستايل كولين زي ما احنا معارفين بيعمل هارت انهيبشن فلو عمل هارت انهيبشن زيادة ممكن يعمل لي كاردياك الرست فعشان نمنع الكلام ده كله بنده للمريض أتروبين قبل العملية كده احنا خلصنا الـ CNS Indication وهي خلصنا الـ Cardiac Indication ندخل على الاسموز مصل اندكيشن وأول حاجة بيعمل هالي هو Anti-Isbazmotic مضاد للتقلصات زي الـ Colic and Irritable Powell Syndrome اللي هو اضطرابات القولون العصبي ساعة كده بيقى في ناس لما بتتعصب القولون بتعاد بهم جامد فده بنسميه القولون العصبي والدواء اللي بيمنع الكلام ده كله هو بديل للأتروبين هو Anti-Isbazmotic أتروبين Substitute بديل الأتروبين اسمه هايوسين بيوتايل بروميد او دايسايكلومين نيجي على تاني حاجة من ضمن الـ Smooth Muscle Indication وهو بيعالج Nocturnal Neurances in Children التبول لإرادة عند الأطفال بس مش الأطفال اللي هم سن واحد وسنتين والكلام ده لأ في أطفال كبار زي مثلا 6-7-8 سنين بيبقى عندهم تبول لإرادة وبيعالج Neurinary Urgency in Adults بيعالج التبول لإرادة عند الأدلس والدواء اللي بيعالج الكلام ده بديل الأتروبين اسمه Oxybiotinine نيجي على دالت حاجة من ضمن Smooth Muscle Indication وهو بيعمل Bronco Dylator علشان يعالج Generalized Obstructive Belmonary Disease بيعالج البالمونري ديزيز والبرونكيا الأسمة والدواء اللي بيعالج الكلام ده Ebrotropium وده بيتاخد في صورة بخاخة كده احنا خلصنا Central Nervous System Indication وخلصنا Heart أو Cardiac Indication وخلصنا Smooth Muscle Indication ندخل على آخر حاجة وهي Exocrine Gland Indication وزي باحنا معارفين أن الأتروبين عكس الأستايل كولين يعني الأستايل كولين كان بيزود إيه بيزود Exocrine Gland Execration هيبقى الأتروبين بقى إيه بيعالج الزيادة يعني بيقلل Exocrine Gland Indication فبيعالج حاجة اسمها Hyper Hydroses بيعالج زيادة إفرازات Exocrine Gland تمام؟ يعني دايما إيه وإحنا بنذاكر كأنها قصة الأستايل كولين بيعمل عكس الأتروبين تمام؟ والأتروبين بيعمل عكس الأستايل كولين نيجي على Adverse Effect أو أضرار الأتروبين أو التوكسيستي بتاعة الأتروبين وبرضه ماشيين بنفس الترتيب بتاع المسكريين أول حاجة نتكلم على Central Nervous System تاني حاجة نتكلم عليها هي Cardio Clean Heart ثالث حاجة نتكلم عليها هي Smooth Muscles وهنتكلم على Exocrine Gland وأول حاجة نتكلم عليها في Adverse Effect هي إن هو بيعمل لي Central Nervous System Stimulation Insusceptible Patient يعني بيحصل Stimulation لل Central Nervous System ده لبعض الأشخاص مش كل الأشخاص اللي بتاخد أتروبين هيحصل لها Stimulation في ولو اتاخد بكميات كبيرة أو في هيعمل لي حاجة اسمها بدنس إن المريض هيحصل له هلاوس وممكن يوصل لحالة جنون نيجي على تاني حاجة من ضمن ال Adverse Effect اللي هي الهارت أو الكاردياك وبيعمل لي تاكي كارديا مش إحنا قلنا إن الأتروبين عكس الـ الـ والأستايل كولين والأستايل كولين كان بيعمل لي Heart Inhibition بيعمل لي انخفاض في معدل ضربات القلب تمام فبالتالي الأتروبين عكس الأستايل كولين فهيعمل لي تاكي كارديا اللي هي ارتفاع ضربات القلب نيجي على الـ و أول حاجة نتكلم عليها في الـ هتعمل لي حاجة اسمها اللي هي انعدام الرؤية أو هتكون الرؤية مش واضحة هتعمل لي جولو كومة ارتفاع ضغط العين وممكن تعمل لي لو أخذنا كميات كبيرة من الأتروبين ممكن تعمل لي عما كامل فدايما هقول لكم حاجة كده دايما المشاكل الكبيرة أو المصايب بتحصل فيه اللي هي لما ناخد جرعات كبيرة من الدواء زي مثلا في ممكن يحصل تمام لو أخذنا كميات كبيرة اللي هي وفي الـ ممكن يحصل عما لو أخذنا برضو كميات كبيرة من الأتروبين في حالات اللي هي نيجي على تاني حاجة من الـ وهي وبتعمل لي اللي هي نيجي على تاني حاجة من ضمن وهي يعني بتعمل لي احتباس في البول وخاصة في الميل بيشنت اللي عندهم تدخم في البروستاتا نيجي على رابع حاجة من ضمن الـ وهي مش مش كان بيساعد على إفرازات أو كان بيزودها تمام فالأتروبين بقى عكس هيقلل الإفرازات فأول حاجة هيعمل لي بيقلل السلايفا اللي في البق يعني بالعرب كده هينشف ريئك التاني حاجة هيعملها هي complete dryness of the skin هينشف الجلد طبعا عشان ما في السويت جلاند ده هتبقى مش شغلة بكفاقتها وده بيقدي للـ هيبر سيرما ارتفاع حرارة الجسم وثالث حاجة بيعملها هي dry eye نيجي على آخر حاجة وهو بيعمل لي vasodilation والvasodilation ده ممكن ينتج عنه ايه فلاشنج ان toxic doses اللي هو احمرار الجلد والأتروبين بيعمل vasodilation عن طريق حاجة اسمها هستامين عن طريق مادة اسمها هستامين نيجي على آخر حاجة وهي spasmolytic drugs أو هي أدوية بتعمل لي skeletal muscle relaxant تمام والتعريب بتاعها يبقى drugs that decrease muscle tone أدوية بتقلل المسل tone with minimal effect on active contraction يعني من غير ما تأثر على آآ كفاءة العضلة مش بتأثر على كفاءة العضلة قوي وهيبقى الانديكيشن بتاعها اللي هو strabiotic use هيبقى isbastic conditions آآ في حالات آآ الشد زي zai zai نيجي على وهي بتنقسم لتلات حاجات أول جروب معنا هو central group وده أدوية بتشتغل على العصب اللي جاي من cns زي مادة الديازيبام وبتشتغل على منطقة اسمها جابة a agonist يعني بتشتغل عليها بس بتأدي ليه sedation sedation يعني لما بتاخد الدوة ده بيحسسك انك عايز تنام ثاني جروب معنا هو spinal group بيشتغل علي spinal cord زي مادة الباكلوفين وده بتشتغل علي منطقة اسمها جابة p agonist have anti-cholinergic adverse effect يعني من ضمن عيوبها انها anti-cholinergic adverse effect طبعا كلنا عارفين يعني ايه هي احنا ديس شرحينا من شوية اللي هي مضادة للاستايل كولين نيجي على اخر جروب وهو muscular group والدوة بيشتغل على طول على العضل زي ايه زي مادة الدنترولين والمادة دي بتعمل ايه inhibits calcium release from sacroblasmic reticulum بالعرب يعني بتمنع خروج الكالسيوم من العضل is used only for malignant hybersemia بنستخدمها بس في حالات malignant hybersemia ايه هي malignant hybersemia دي دي حاجة بتحصل للمريض بعد لما بياخد البنج الكل او بعد لما بيخرج من العملية والحاجة دي بتعمل له severe muscle spasm عشان كده بنستخدم المادة دي بس في حالات malignant hybersemia وعيب المادة دي انها بتعمل لي muscle weakness علشان بتمنع خروج الكالسيوم فطبيعي انها تعمل لي muscle weakness